أهلا بكم يا رفاق أنا فريد قصتي قد تكون مختلفة قليلا لكن ما ستتعلمون فيها قد يفيدكم طوال حياتكم صدقوني أنا الآن عمري 54 سنة جئت أحكي لكم عن تجربتي في الحياة والتي تعلمت من خلالها الكثير وأردت منكم أن تستفيدوا منها حتى تفكروا جيدا قبل أن تعاملوا الناس بما لا ترضوا أن يعاملوكم به عندما كنت صغيرا كانت أسرتنا مكونة من والدي أختي وجدتي أم أبي وكنت أرى معاملة أمي لجدتي فقد كانت علاقتهما سيئة وكان يتشجران باستمرار حتى إذا جاء أبي حاول الإصلاح بينهما وغالبا ما يفشل لعناد أمي التي تلقي بكل اللوم على جدتي تفاقمت المشاكل في البيت وصار صورة والدي يسمع من خارج المنزل ودائما السبب واحد جدتي وفي يوم من الأيام قررت أمي أخذي أنا وأختي بعد أن طلبت من أبي أن يجد حلا لوالدته لأنها لا تريدها في بيتنا أسبوع بعدها وصلت أمي رسالة من أبي قال لها فيها بأن لكل منا مكانة في قلبه لكن مهما كان يحبنا لا يمكنه التخلي عن والدته وطلب منها التفكير جيدا لاتخاذ قرارها وكتب أيضا عودي إلى المنزل وسنحاول إيجاد حل وسط فكرت أمي ورأت بأن أبي جد في كلامه وفي ذلك الوقت كان الطلاق عيبا كبيرا في مجتمعنا ولو تطلقت سيتبرأ منها والدها لذا قررت العودة والتفاوض أذكر فرحة أبي حينما عدنا إلى المنزل حينها قال لها أهلا بأمي فريد نورت البيت بعودتك لكن أمي لم تعره اهتماما بل وقفت وقالت لقد عدت لكن بشرط عليك أن تقبله إن كنت تود أن تعيش في بيت هادئ رد أبي تفضلي يا أم فريد فكل آذان صاغية قالت أمي لا بأس ببقاء والدتك في منزلنا لكن شرطي ألا تتحدث إلي نهائيا لا أنا ولا أولادي بل تبقى في غرفتها طوال اليوم واشتري لها مذياعا أو تلفازا يسليها إن أردت المهم ألا أراها وألا أتواصل معها أبدا لكن أبي رد عليها كيف تبقى في غرفتها ألن تأكل معنا؟ لا لن تفعل ستأخذ لها طعامها إلى غرفتها وافق أبي على شرطها وهو مكره فليس له حل آخر وبعدها صرنا نأكل من دونها وإذا أنهينا الآكل أخذ أبي صحن جدة إلى غرفتها كان ذلك يؤلمني نعم كنت أحزن لأجلها فقد كنت أحبها كثيرا وكم توسلت لأمي كي تسمح لي بالذهاب إلى غرفتها لكنها كانت ترفض ذلك وتقول لي إنها مرأة مجنونة وقد تؤذيك وأعود أدراجي وفي أحد الأيام تأخر أبي في عمله كثيرا وطلبت من أمي أن تسمح لي بأخذ الطعام إلى جدتي لكنها رفضت عاد أبي في وقت متأخر من الليل فوجد جدتي تأن وتبكي من شدة الجوع خاصة وأنها كبيرة في السن فجلس يطعمها وهو مشفق لما آل إليه حالها وكانت تقول له الذنب ليس ذنبك يا ولدي فلا تلم نفسك سيأخذ الله بحقي فكما تدين تدان ذلك الموقف أثر في كثيرا وبقيت تفاصيله في مخيلتي كنت دائما أسمع جدتي وهي تقول كلمات كما تدين تدان وكنت أنتظر أن أكبر تخيلت أن زوجتي ستفعل بأمي كما فعلت هي بجدتي لكن شاء الله غير ذلك بعد سنة من هذه الحادثة ماتت جدتي بسبب تفاقم مرضها وتدهور صحتها لقلة الاهتمام وخلال ثلاث أشهر التي تلت وفاتها ظنت فيها أمي بأنها ارتحت وأنها ستعيش سعيدة فلم يعد هناك سبب للشجار مع أبي ولا ما ينغص عليها استقرار حياتها لكن ذلك لم يدم طويلا فقد حدث ما قلب عليها الموازين في البداية عانت أمي أعراضا بسيطة كالحمى والسعال كانت تظنها مجرد نزلة برد عادية فتهاونت ولم تزر الطبيب لكن ما كانت تظنه نزلة برد كان أعراض لمرض آخر إنه مرض السل هكذا قال طبيبها ثم أردف عليك أن تشرب دوائك بانتظام وأن تعتزلي في غرفة منفردة حتى لا تصيبي غيرك بالعدوى كان أبي يقدم لها الطعام في غرفتها وقد صارت وحيدة فيها حرمت من رؤيتنا والجلوس معنا وذاقت طعم الوحدة الذي أذاقته لجدتي قبلها وماتت أمي بعد معاناتها مع السل بستة أشهر ولم يمر وقت طويل حتى تزوج أبي امرأة أخرى كنت أنا وأختي خائفين من معاملتها لكنها كانت إنسانة طيبة وكانت لنا نعم الأم خاصة وأنها لم تكن تنجب الأولاد فاعتبرتنا أولادا لها وحين كبرنا تزوجت أختي ورحلت إلى بيتها بينما اختارت لي زوجة أبي زوجة طيبة مثلها وكنت أحاول دائما أن أقارن بين معاملة أمي لجدتي مع معاملة زوجتي لزوجة أبي بعد أن كبرت في السن فرأيت زوجتي تقوم على رعايتها ونظافتها تقدم لها أطيب المأكولات وتجلس إلى جوارها ليتبادل أطراف الحديث وتؤنس وحدتها فأقول هذا جزاء إحسانها فقد اهتمت بنا حينما كنا صغارا كانت زوجة أبي تقول لي أيضا إن زوجتك طيبة جدا حافظ عليها يا فريد كما تحافظ على أشيائك الثمينة فكما تدين تدان وهنا أصل إلى نهاية قصتي والتي كان فيها مثال عن الظلم ومثال عن البر كأفضل قصتين عن المعنى الحقيقي لكما تدين تدان وأنتم هل تعرفون قصصا مشابهة لقصتي؟ أرجو أن تشاركون تجاربكم في التعليقات وإرسال قصصكم إلى الإيميل أسفل الفيديو حسنا سأذهب الآن وإلى القصة القادمة فكونوا في الموعد لأنني سأنتظركم هناك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر